نخرج بخبر سعيد بقى وهو إنه المتسو سوبرانو الشهيرة جال الحديدي أول مصرية بتؤدي فاغنر على مسارح ألمانية ده موضوع مش سهل يا جماعة الألمان ما بيخلوش حد يغني ولا يمثل ولا يؤدي مسرحيات أو موسيقى فاغنر وأوبيرات فاغنر غير الألمان عندهم يعني انحياز كبير للألمان كيف وصلت جال الحديدي إلى المسارح الألمانية طبعا وصلت لمسارح العالم قبل ذلك وقدت كثير من الأوبيرات بدءا من الأوبيرا المصرية إلى كل أوبيرات العالم ولكن فاغنر يا جال العظمة دي مسائل خير مسائل فن ومشتي على المقدمة الجميلة دي قوليلي بقى فاغنر يعني انتي طبعا لفتي مسارح العالم أوبيرات العالم بتؤدي أوبيرات كلاسيكية كثيرة ولكن ماذا يعني لك أن تقدمي فاغنر عند الألمان على مسارحهم على الأوبيرا؟ أنا حبتدي بالفخر كنت فخورة وفخورة جدا أن الدور ده بقدموا كمصرية في ألمانيا لأن ده اعتراف جمد جدا أولا لأنا مدرستي ألماني في مصر بس اعتراف جمد جدا للتعليم اللي أنا أخدته في مصر في بلدي للغونة اللي أنا ابتديته في مصر لدار الأوبيرا المصرية اللي أنا ابتديت عليها من وانا طفلة بغني على المصرح الكبير لأن كل ده اداني الإمكانية أن أنا أقدرها فأقدم أوبيرا أربع ساعات باللغة الألماني وأنافس ألمان في مجالهم يعني في عقر دارهم وتاني حاجة طبعا ده شرف ليه كبير جدا أن الألمان يسق فيه للدرجة دي أن يدوني بطولة أوبيرا لفاجنر وخصوصا في سني ده يعني هو عادة ربا كمان في سنة أكبر شوية أوكي على أساس بتكون عندك الماتيوريتي يعني تكون نطقة شوية أكتر بتكوني عملتي طبعا مثلا أوبيرات كتيرة جدا أنا عملت الحمد لله أوبيرات كتيرة جدا بس فاجنر جالي في توقيت ما كنتش أتخيله بالذات بعد الكورونا كان فيه ركود رهيب فأنا يعني فخورة وتشرفت جامد جدا بأدائي للدور ده ليه بتقولي لي أنه بالذات الألمان في قصة فاجنر يعني ممكن ما ياخدوش حد من خارج ألمانيا وإنتي مصرية عربية يعني مش ممكن تكوني اختيارهم الأساسي يعني بوسي هو فيه شقين للموضوع ده أول حاجة فاجنر في موطنه اللي هو ألمانيا طبعا فيه وقع أو background سياسي شوية أن فاجنر برضو كان وقت ظهوره أو وقت انتشار موسيقته كان للأسف متوازي مع الوقت بتاع النازية في ألمانيا فهم واخدينه كحاجة قومية يعني بالرغم النازية انتهت بس واخدينه كحاجة ألماني ألماني قومية وخصوصا أن انتشار فاجنر عالميا كان جامد جدا دار المتروبوليتن مثلا حجمها كبير قوي فبالتالي كانت من الدور اللي لما جاء فيها أن نبتدوا يعملوا أبراد فاجنر فكان ده حاجة عارفة مسماعة جامد قوي وليئة مع حجم الدار ده على أساس دور الأبراد في أوروبا حجمها أصغر شوي الحاجة الثانية اللغة الألماني مش لغة سهلة الغنى واغلبية الألمان اللي بيحبوا فاجنر ما بيحبوش فاجنر بينصدوا للمغني إذا هو فعلا النطق بتاعه صح ووقع اللغة صح وبالتالي ووقع تمثيل الإحساس باللغة صح يعني عارفة إحنا كمصريين أو كعرب بنمثل بحساسية أكتر أو بندي مشاعر جياشة لا هم برضو بيبصوا أن يكون الفنان بيعبر عن اللغة دي وعن الثقافة دي وخصوصا نخلي بالك أن فاجنر أغلبية أوبراتو جاية عن القصص اللي هي بيسموها الجرمانيك أو شمال أوروبا اللي هي الأساطير اللي تلاقيها في النرويك فنلندا سويد ألمانيا زي أساطيرنا احنا مثلا الفراعوني لا هم بيبقى أغلبية وأساطير شمال أوروبا والجرمانيك اللي هو العير الآلي والحاجة الثانية هم في السنين اللي فاتت ابتدوا يقبالوا كتير جدا أن مثلا أمريكان أو فنلنديين أو سويد يغنوا بس عادة فاجنر كانوا المغنيين بتوعه 2 متر طوال وجامدين كده عارفة زي الألماني الأديم يعني اللي هو الجنس الآلي فكان ده اللي متعودين عليه وابتدى مخرجين مع العمر عايزين يغيروا ده لمغنيين ممكن جايين من أوبراتات تانية يعني زي ما أنت عارف أنا بغني كارمن في كل حياتة ودي كارمن فيها جزء من الشجن على الدلع على الجبروت على القوة ففيها مشاعر كتيرة جدا فأن أنا أقدر أتجه لفاجنر يعني فعلا كان برضو محتاجة أن مخرج ودار أوبرا يأمنوا بك من أساسه لأنهم عادة بيبقوا شايفين الجنس الآلي وبيحطوا الناس جنس الآلي وحتى يمكن شايفها في المقطع أنا مش عارفة أنت شايفة أنه مقطع بس كل اللي حولها برضو طوال وجرمين شوية فهي ليها كده هو يعني هما فيه كذا نوع من الانحياز أنه هو الألماني يفضل بعده أي حد برضو اللي هو الستاتيك وما بيتحركوش كتير وبعدها أي حد فذي حصل أن هما أول مرة فعليا يختاروا حد بالذات عربي فأكتر حاجة كانوا بيعلقوا عليها أن أنا إزاي أقدر تخترق اللغة أنها فعلا طول الوقت وأنا بغني بالرغم أن الصوت عالي جدا أنك تفهمي اللغة وتفهمي الكلام اللي أنا بقول أنا عارفة أن أنت دايما بتيجي في مصر في كريسمس وبيبقالك حفلة مهمة في دار الأوبرا لكن قوليلي إيه التورز اللي عندك عندك إيه بعد كده غير فاجنر يعني عندك حاجات هتؤديها في مسارح عالمية أخرى مثلا عندي السنة دي أو يعني قبل ما السنة تنتهي إن شاء الله عندي حفلتين في مصر عندي حفلة كريسمس بتاعتي 16 ديسمبر وعندي حفلة قبلها في آخر يوم مهرجان المانيا الموسيقي أنا ورامزي ياسا البيانيست العالمي طبعا حبيبنا كلنا رامزي ياسا يوم نوفمبر ده بالنسبة لمصر بالنسبة لألمانيا عندي فعليا حاليا فاجنر وعندي أوبرا تانية جديدة خلص بتكتب حاليا اسمها جتايلتا هامل حتنزل لسه بروفاتها من ديسمبر والعروض في ينار ولسه نواتها منزلتش فده أول مرة يعني مش بس بريمير دي أول مرة تتعرض عالميا وعندي أوبرا في نهاية السنة عبارة عن خليط جديد معمول بين بخ على مؤلف تاني اسمه موزن يعني أوبرا تاني جوداد أنا بقالي سنتين مركزة قوي في حتة أن بعد كورونا بقى فيه اتجاه جديد أن مش بس يعملوا عروض الأوبرا تات القديمة المتعرف عليها لا أن دلوقتي بقى فيه ناس كتيرة جدا حابت تكتب أوبرا تات من أول وجديد وتشوف تنقي مين المغنيين اللي بيغنوهم يعني فهم ما كان يعني ده برضو خط جديد لأن حبقى أول مغنية أغني الأوبرا تات يعني بعد كده اللي حيجي ذاكرة هيبقى سامعنا فدي برضو فكرة حلوة زي لو أنا كنت عايشة أيام فاغنر وفاردي وكده هو كانت الأوبرا تات بتاعتهم اتكتبت لي أنا فده حاجة الحاجة التانية السيفيك جاي إن شاء الله في أمريكا اللاتينية هعمل الديبيوت بتاعي في أوبرا للشتراوس وبرضو دي حتوبة إن شاء الله يعني أول مرة برضو بطولة كبيرة قوي للشتراوس لحد ما نوصر لأن برضو الشتراوس وفاغنر الاثنين تقريبا في نفس الكاتيجوري شوية أنا بحييك إن شاء الله لما تيجي نتخابل ونسمع أكتر عن يعني ميتسو سيبرانو رفع رأسنا في كل مكان على مسارح الأوبرا في العالم كله الحقيقة لدينا أصوات رائعة في مصر منها طبعا جالة الحديدي اللي مشرفانة ويعني بتغني فاغنر في عقر دار الألمان أنا لما قرأت الخبر قلت لأ ده حاجة مهمة جداً مبروك يا جالة وتحياتنا وإحنا فخورين جداً بيك الحقيقة مرسي جداً 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 وتحيا مصر مرسي ونشوفك إن شاء الله في حفلات مصر بإذن الله دي كانت جالة الحديدي اشتركوا في القناة